ما السبب الذي يمنع هذه الدول بما فيها الكويت المنضوية تحت مجموعة أصدقاء الشعب السوري من استقبال الفارين من الحرب؟ الكويت ودول خليج غالية ومكلفة ولا تصلح لعيش اللاجئين تصلح للعمل أيضا النقل مكلف المعيشة في الكويت غالية بينما المعيشة في لبنان أو في تركيا قد تكون أرخص لذلك المبلغ الذي يدفع للاجئين السوريين يكون مرتين أسهل أما فيما يتعلق بالهواجس الأمنية يرى الشليمي أن مجتمعات الخليج لا تسمح للاجئين بأن يندمجوا فيها في النهاية لا تستطيع أنك أنت تستقبل ناس آخرين من بيئة أخرى من مكان آخر عندهم مشاكل نفسية أو عصبية وعندهم ترومة وتدخلهم في المجتمعات